اهلا بكم حلقة جديدة من سياستير متابعة لمختلف القضايا والملفات واهمها وابرزها هنتبعها من خلال نظرة وجه التنظر فناني الكاريكاتير في مصر برحب بالاستاذ ماهر بدر الفنان التشكيلي وفنان الكاريكاتير بالاهرام اهلا بحضرتك معنا ونبدأ حلقتنا على طول مشاهدينا ولعل اتصال كان الحدث الابرز خلال الفترة اللي فاتت كانت اصابة محمد صلاح وتبعات ذلك اللي حصلت لسيرجيو راموس طبعا اول حاجة او ابرز حاجة لفتت نظرنا هي تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي واللي قال اتصالوا بي بابن مصر البار محمد صلاح تعبير حقيقي طبعا عن رغبة كل المصريين للاتبقنان على صلاح تعالوا نتابع كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي واللي نشرها على صفحته على الفيسبوك واللي قال فيها توصلت مع ابن مصر البار وابن محمد صلاح للاتبقنان عليه بعد اصابته وكما توقعت وجدته بطلا اقوى من الاصابة متحمسا لاستكمال مسيرة البطولة والتميز وقد اكدت له انه اصبح رمز مصري يبعث على الفقر والاعتزاز وانني ادعو الله له دعاء الاب الابن بان يحفظه ويتم شفاءه على خير ويكفيه فخرا بانه اصبح مثالا يحتاج به للشباب في مصر والعالم كله ادعم محمد صلاح هاشتاج ادعم محمد صلاح طبعا حفظ الله مصر وحفظ رئيس عبدالفتاح السيسي طبعا ربنا يحمي محمد صلاح من كل شر ومن كل اذى تبعت طبعا التعليقات اللي حصلت والتبعات اللي حصلت كمان التعليقات والكوميكس بتاعت المصريين اللي هاشتاج عايزين يعني يردوا الموقف لراموس تبعتها؟ اكيد طبعا وليجيك فيه بس دعاء كل محبين او جامعين محمد صلاح الدعاء اللي هم دعوه عليه يعني دعاء على راموس طبعا لأ والتويتات اللي جات له على صفحته على تويتر او على فيسبوك وحتى كمان موقع توصل على الواتساب يعني الناس جابوا رقمه وبدأوا يكلموه ودي كانت من الكوميكس اللطيفة جدا اللي تبعانيها والله كده احنا شعب بروش حل شعب بروش حل فعلا جابوا رقمه فعلا عموما مشاهدينا فاصل بنبدأ سياسة تاري خليكم معنا قلوب المصريين كلها مع محمد صلاح ونتابع ونشوف فناني الكاركاتير في مصر رصدوا ازاي الموقف ده نروح لامحمد عبداللطيف واللي كتب او علق بكاركاتير دعم المصريين للنجب محمد صلاح ومسندته بعد اصابته امام ريال مدريد فيه نهائي دوري ابطال اوروبا قال يعني صور مصر ربنا هيجبر خاطرك زي ما بتجبر بخاطرنا قلوب المصريين مع محمد صلاح ده كاركاتير لمحمد عبداللطيف ايه رأيك في الصورة نفسها هو طبعا الكاركاتير طبعا معبر لسبب انه حتى انه عامل الملامح هنا طبعا انه متقلم ده كل حد متقلم او حد متضرر فده كويس في الاكشة بتعلوشي يعني ده كويس جدا فهنا ومصر برضو مهدودة عليه برضو بتطب عليه اللي هو يعني بتاحنا عليه بتعبر عن حالنا كلنا الحقيق اه طبعا ليا حتى اصحان مصر ويا رمز المصري طبعا حتى احنا دايما بنور مصر دايما ايما بالقبل فيستان الاخضر ايما بعلم مصر بعلم مصر اه فيها حالتين دوت التعبير الرمزي يعني المصرية او المصر عامة صحيح وبين في الرسمة ايد وفوق ايد مصر وكأن يعني هو مقدر المصرية صراحة والمسئولية واحدة طبعا هو مقدر المصرية وبرضو عفكة حزين عفكة مش مش مبسود بس يعني واسبعا طبعا اه طبعا اه ومكمل يا بطل ده كان تفاعل فنان الكاركاتور احمد قعود اه مع الدعم اللي قدمه اه المصريين كلهم لنجمهم الاول محمد صلاح بعد اصابته في مورات نهائي بطول الدوري ابطال اوروبا طبعا اه طبعا هنا وهنا ككتيرنا بيحس النجم طبعا وبواسيه يعني او بالتطبع عليه او برضو فينا فرحان طبعا محمد صلاح بالحب دوت يعني يعني هنا حتى بين فرحة محمد صلاح الحب اللي شايفه من القلوب المصريين او الجماهين المصرية وطبعا دي حالة برضو حالة حب وحالة احنا معاك يعني حد بيقول احنا معاك وفان احنا معاك قربا وقالبا يعني مش عادي اقولك ان احنا بيصارق حتى على المورات الدوري حتى الاوروبي بسببه هو او عشان قطبه هو صحيح كل المقاهي كانت تقريبا complete you match وقدي ازعى للفرح احنا انا عاما كنت ما شفت مثلا مصريين هو مش عادي اقول تعصب بس يعني تضامن تضامن جدا مع اللاعب حتى يعني حبه حبه كمان الفرقة اللي بيلعب فيها النادي اللي بربول اللي هو يعني معلش مرحب كنا مشجع قبل كده كأي نادي عادي صحيح لكن دلوقتي بيشجعوه نهارده احنا حاسين نهوانا دي تعلق بقى بتاعنا يعني عارف اللي هو بقى شجع الاهلي مثلا او الزمالك بالزبط كده او ده حقيقي مكاملين وفناني الكاركاتور الحقيقة انفعلوا وتأثروا بموقف اللي حصل مع محمد صلاح بشكل كبير جدا نروح لهذا الكاركاتور اللي احمد قعود في اليوم السابع واللي صور فيه ثور الملاعب عنوان ده كان عنوان الكاركاتور واللي صور فيه راموس بان هو مشبهه يعني مدفع الاسباني بالثور الهائج يعني كان طبعا سبب مباشر جدا في اصابة محمد صلاح بشكل كبير اكيد طبعا هو هنا حتى هو قصدية واضحة هو دايما حتى يعني احنا نقول على الكتير فن مبالغة او فن اللي هو التعبير المبالغة او النقد بس انا شايف هنا كتير اعتبر انه رصد وقع وحقيقة الناس كانت مش عارفة مش عارفة راموس ده لكن لما جبنا الارشيف بتاعه او جبنا الارشيف بتاعته لانه حتى مسامنه جزار يعني جزار الملاعب يعني اللي هو فعلا دي مش اول وقع عليه اللي هي مع محمد صلاح اللي اعتقد فيه ممكن يكون بعض الناس فكنها اول وقع لا هو تسبب في اصابات قبل كده ونفس يمكن نفس الحركة اللي عملها مع محمد صلاح بالزبط عملها مع لاعب تاني كان برضو بيلعبه وصد نيدي تاني يعني لكن هو اللاعب فاتت منها يعني حظه كان حلو ففاتت منها بس صحب ايده منه فلت هنا بس المشكلة في انه محمد او لمكانش عارفه فوقع في الفخش بس لكن هو واضحنا دي وظيفته هو فعن جزار الملاعب وارشيفه مليان بالجرائم في الملعب يعني ده واضح لانه كمان الكاركاتير اللي جاي برضو راموس كابتن ريال مادريدي يغتال محمد صلاح كابتن ريال مادريدي اللي تعمد اصابة محمد صلاح في نهاية شامبينز ليج صوروا على انه شيطان وباين ان هو بيضم دراع صلاح انه حاول يعملها حتى مع لعب اخر في فريق تاني كان برضو منافس لي ويمكن كان حظ اللاعب بس كوياس وفلت ايده فما حصلش اللي حصل لمحمد صلاح لكن هي مش اول مرة يعملها وبداما بكررها مع لعبين كتير اوي اوي وحتى وحتى وكانوا باخد انزلات اوي وكروت حمره كتير ويعني عروف تاريخه مواجه هي بس التساؤل اللي انا كنا نسألوا يعني انتو لما انتو عارفين ان هو كده انتو ازاي يعني ما فيش عقوبات ما فيش عقوبات من الحكام حتى حتى احنا نلاحظنا في المباراة ما خلاش عليها فاول كمان يعني رغم اللي حصله ما كانش فيه رد فعلا ومفروض نفيديو التورب يعني حتى فيش فاول ما كانش فيه اي رد فعلا هو دل اثار قضى بالمصريين اكتر يعني عمار كان من ضمن الاخبار اللي تابعناه انه قفل تطبيق الواتساب بسبب اهنات المصريين ليه فعلا ده حقيقي يعني حصل يعني اغلق التطبيق واكتر من كده كمانا بتقدر برضو انه بعد المباراة حصل نزيف تقريبا ونزف لانه حصل عن ضغط الاوهات الدموية تقريبا وحصل نزيف مش عادة اقول شي ماتة بس الناس حاسن دي انتقاب مع ده اللي هي ان حلاله يستاهل عموما نكمل بعنا استمرار موجة غضب المصريين ضد راموس رأس دريشة فنان الكركاتير احمد دقعو تأثير دعوات المصريين ده اللي كنا بنتكلم عنه دعوات المصريين على سيرجي راموس لاعب ريال مدريد بعدما تسبب في اصابة بالغة لمحمد صلاح هو طبعا هنا احنا اسفين يا صلاح انا عجبني اللي فيه حتى لان المفروض انه يدسمك كتير بيحاول يعبر عن فكرته يقيم بقف فيه يقيم بمصطلح مشهور يقيم بمقولة درجة قصة الناس هو هنا كان في ده وقت احنا كنا شوفنا فيلم بتاع تابعا هي بتاع كلمني شكرا لما راح اللي هو كان بطل فيلم فراح لصلاح احنا اسفين يا صلاح احنا اسفين يا صلاح يعني لما لما استفحل القوة كده وبتاعه مش يقدر يوجهه راح بقى ايه وكما طبعا كان راح بقى عايز يضربه او راح كفى لما شوفت قوة بتاعته فطبعا احنا اسفين يا صلاح هنا الكاركاتيور بيصور دعوات المصريين انها فعلا ضغط التعالي نفسيا احنا عجبني تفاعل فاناك كتير مع السينما مع افاهات المصرح افاهات الناس درجة بس فكر يعني يوصل فكرته بمتأسهل لأننا دائما كيسبك كتير بدور على الكلمات السهلة البسيطة اللي توصل للناس بسرعة وأقل الكلمات وتفهم يعني بحيث أن أنا أفهم على طول أنت أصدق إيه كفنان كاركاتور مبقاش يعني باستغربة فنك فنان أصلا دي مسؤوليتي أن أنا بدور برضو على الحال الأسلوب اللي أسهل لك يعني وده دليل فعلا قلت على زكاء فناني الكاركاتور وحسه المرهف أنه أعرف الكلمة وثقفته بهم مجد سقفته السنمائية بقى ثقفته الفنية ثقفته القرائية أو حتى مدى قرأته مدى الموم الشارع حتى والمتعبيرات طبيعية يعني إحنا كأنه مثلا لازم الأول بخش المكتبة بشوفه الجرائد فائية شوفه الصحف فائية سواء هنا أو في العرب الجرائد العربية حتى لو الأجنبية كمان يعني عبدهم بقدر جاني الكاركاتور اللي جاي بقى لحضرتك محمد صلاح أيقونة النجاح عنوان كاركاتور مهر بدر واللي بيصور نجم العالمي محمد صلاح وبجورة كرة القدم المصري بالضبط كانت حتى زي ما قال السيد الرئيس طبعا إنه فعلا بقى مثال واحتزى به للشباب يعني مش في مصر بس لا والعالم كله وفعلا ده أنا حسيته لما لقيت حتى تفاعل الجماهير الليفربولية زي ما نقول أو الإنجليزية أو الولايات بتوع ليفربول رحوله عند المستشفى كان الصورة جميلة جدا يعني وش أعازي أقولك أن أنا يعني حتى أريته من ضمن اللي أريته برضو عن محمد صلاح بالمناسبة يعني إن كان فيه هناك مواطن برضو من إنجلترا كاتب أوسطر كبير قوي وكاتب فيه يا محمد صلاح أنت ليت عمل فينا كده وانت تبتين منه أنت قال إننا كنا مثلا في يوم الأيام كنا احتلين أردوكو إذنك كنت احتلت أردوكو أنت عملت أكتر من كده أنت احتلت قلوب الجماهير وقلوب الناس وده أبشى احتلال محدش يدر القوم يعني هو أجمل احتلاله ليه حب يعني حب يعني إن شاء الله المبلغة لكن هو فعلا حبه قوي حبه أخلاقه حبه بسطه حبه هؤلاء التزام دعوتنا معك يا صلاح إن شاء الله ترجع بالسلام وطبعا وتشارك بإذن الله في مباريات المنتخب في كاس العالم وده أحدنا بيك أنك إنسان قوي عموما مشاهدينا فاصل قصير ونعود ببعض والاستكمال سياستير خليكم معنا مرة تانية رجعنا لكم شاهدينا ويمكن يعني طبعا شهر رمضان المعظم بيشهد كمان طبعا انفعال وتأثير من فناني الكاريكاتير واللي بيقدروا يعبروا برشتهم ألمهم عن بعض المشاهد اللي ممكن يكونوا شايفينها ساخرة أو بتعبر عن مواقف سياسية معينة معانا كاركاتير لأنس ديب بيصور فيه واحد يعني جسمه مليان شوية بيقوله واضح إنك أنت شاي المخزون من قبل رمضان صح؟ هو دا يعني يمكن فينا شوية ما فيش تكافؤ ما بين الحجم اللي بتكلم وحجم اللي موجره الكلام فانا يمكن إننا عادة أقول لو هاخدها مثلا بشكل فكاهي أو كالكاتيري زي ما هو ما حاصل طبعا لا هقول إنه هو حاقد عليه يعني هو أو أنت مخزون مخزون إيه يعني أو ده ما عنده كان فرحون متسم إنه يعني بيحلله حايد الكرش اللي هو فيها إنه إيه مخزون يعني هو مستريح للمقولة حتى واضح إنه حتى في منامحه إنه هو مستريح لما قلته يعني هو حاس إنه هو أوكي يعني بيخفف عنه العيب اللي هو عنده يعني فده مخزون فده ما مستريح أو فرحان يعني أوه كنا خدها بمحمل تاني بردو فكرة الناس اللي بتشيل حاجات كتيرة جدا قبل رمضان يعني وصور ده من خلال ابن قدم يكون وكأنه يعني بيخزن الحاجات دي هتنفعه في الأكل أو في الشرب أو كده يعني بس يكرش ده يعني أعتقد أنا شايف إنه عيب يعني لا بليه في ناس أباكرش كويسين ما زعلش حد مننا أستاذ نير طيب نروح لجريدة الأهرام كاريكاتير لفرق حسن بيصور فيه واحد نايم مراته بترد على التليفون بتقوله وصايم دلوقتي لما يسح يكلم قدرتك طبعا إحنا قلنا زي ما قلنا من شوية إنك كاريكاتير بما إنه برضو فن مبلغة فأنا برضو بقول إن هو فن برضو نقد يعني أو طبعا والنقد البناء طبعا يعني يعني يا حبازة إنه كن دايما في نقد البناء مش سلبي بس يعني مش انتقد السلبيات بس يعني أو نقوله على السلبيات بس ونسيبها يعني فهنا طبعا هنا الحالة دي طبعا الهنا بنسمع عنها أو بنشوفها حتى في الأسف في أماكن بعض الأماكن بلايه ناس ناسا نايمين الناس مش عارفة تتحرك طول النهار في رمضان فيه مصالح وقفة فعلا وفيه حالة وقفة وبياخد نفسه مبرر إن السيام معناه كاسف معايا إنه طبعا هو بيعمل عكس المفترض ربنا قال عليه تمام يعني حتى ربنا عدت ألف القرآن وانده سمو خيرون لكم يعني فالسيام فيه خير يعني في كل المطلق الناس بتشتغل عيدي وركز دي مش مشكلة ولو سعيات في بركة يعني رمضان كريم ورمضان في بركة وبركة رمضان ومالكل دي شعارات ولا ليه مقفوضة إحنا بقى عرض مؤمنين بيها ومن جوانا فنعمل بيها يعني لا ولفت للنظر هي مراته يعني هتلاقي صحية بتعمل الأكل وكل حاجة وهو رجع بقى من الشغل على يدي نيم أيوة ده عصرية بقى هذي في عصرية شوي يعني ستات شوي تكون أكثر نشاط من الرجالة في رمضان لا مش دايما بقى في أغلب الوقت يمكن زيما كان أستاذ ماهير بيقول نحنا رمضان نحنا عفوا كاركاتير بيرصد الصور السلبية وبيحاول أن هو ينتقدها علشان يقدم يعني بننتقد المشاكل الموجودة فينا ونحاول أن احنا نصلحها الصور المرفوضة عنوان كاركاتير لفرق حسن بيصور فيه واحد بردو نايم قبل الفطار وبردو نايم بعد الفطار ما نصي الشيخ اللي نكلم فيه هي الظاهرة أصلا طبعا نقدية هو طبعا لحق طبعا فيها طبعا أن هي الظاهرة غير مقبولة أن نحنا طبعا في السيوم نحن نحن صايمين في القدرة الزهنية طيب وبعد الفطار وبعد الفطار أصلا ننتنح بقى بعد الأكل طبعا هالشهر أنت أو هتعمل هتصلي حتى إزاي ففعلا هو عنده حق أن في الناس تعمل عكس المفروض تماما في رمضان وفي رمضان عبادة أصلا شهر عبادة أساسا وشهر قيام وطاعة وعمل نعمل عليك ونستغل يا جماعة شهر رمضان لتقارب من الله أكثر بزرط كده وربنا طبعا جزينا جميعا عن ثواب هذا الشهر الفضيل يعني خلنا بس نسمع كلام نعمل أحسن يعني دايما نعمل عكسه لا المفروض نحن نعمل أفضل الكلام مازلنا مع فرق حسن وكاركاتير بيصور فيه مسحراتي ماسك قدرة فول بدل الطابلة بيصحر بها الناس طيب إيه الرسالة اللي شايف إن فرق حسن عايزه أقولها من الكاركاتير ده والله هم هنا طبعا فرق لو هنقوله ده مسحراتي ماشي أوكي بس هو دايما لأحلى لفرحة الأولاد اللي حواليه وهو طبعا بيغني بس على الإدرة على الإدرة يعني ممكن يكون شايف إن هو نفسه مثلا يبقى بتاع فول مثلا أو هي رمز الطابلة والإدرة اللي تنين رمز الشهر وبعنا هو إحنا كشعب مصري إحنا عندنا الفول ده مهم جدا جدا في الصحور بصراحة إن هو بسمر البطن زي ما بقوله فهو إحنا خلاص بقى الإدرة بقى الصحور حتى من زمان قوي وإحنا عارفين الصحور وفول مااشي أوكي يكون جنب جيبا ما يكون جنب أحياء بس هو الأساس عندنا طبعا طبعا مازلنا مع فرق حسن وبيصور فيه ماهر بدر عفوا نروح للكاركاتور ده الأستاذ ناهر بادر مش أنت المصحراتي تفضل صحرنا بقى جايبت طبع وهنا طبعا واضح أو من الملامح حتى اللاجل المسجل السلطنية أو الطبع إنه هو درجة لاجل فقير أو تقريبا ممكن نقول معدوم فلو يعني ما صدق عيبتنا أساسا وفطرهم بالعافية فأنت كمان جاي تصحرهم جاي تصحرهم في الصحر يخلص بقى خوب بقى صحرهم منت بقى بيرجع للمسحرات اللي قبل كده اللي كانت شاري الإدرابة على فكرة نروح للكاركاتور من اليوم السابع كاركاتور لمحمد عبداللطيف واللي بيصار في واحد واقف قدام مدفع الإفطار ومدخل المدفع إنه وزير مهيات هو خريف ما قبل الإفطار دي هو واضح أن كلهم بيغني على ليلى يعني اللي هو دايما الحالة دايما أي حد بتنتبه حالة مثلا من الحالات أو إن كان جاعين أو إن كان متوطل هو طبعا يعني هو عطشان فهو طبعا تخيل إن شكل المدفع دوات زير أو قلة مثلا فيها مية نزل عليه بترطب بتروي عطش هو دايما كده نروح لجريدة اليوم السابع محمد عبداللطيف كاركاتور بيصور فيه تلاجم ده قوي وبتقول ست البيت يعني ده شهر الرحمة ارحميني بلاش فتح بلاش فتح وقف الدنيا حر حتى تلاجد يعني جوب الحر هنا برضو على فكرة وردو نفس الظاهرة لحدك كنت بكلمة علامة شوية اللي هو الشعب المصري بسور يعني ببالغ قوي في حال رمضان مفروض رمضان شهر الصيام فلنجد ناس لا ده مشغولة مشغولة قوي بالطبيق بالولايم والأظمات وأصناف كتير ولا أكل لا أنا أكل إيه لا أنا أصحر إيه طبي يعني طب ماشي ما هو اللي يعني يعني البسيط أو المتوسط لا لا في ناس بالفعل في ناس أفوار ببقى فيه مغالاة صحيح بزبط في رائحة جاية كان اليوم كله طبيق نأكل هناك الأكل حلو طبعا بس كمان الثلاثة زعلة بس كمان يعني نؤدي للشهر فروض اللي ربنا سبحانه وتعالى تعالى بها مننا ماهر بدر وكاركاتير من جريدة الأهرام بيصور فيه مزيعة بتقول فاصل مسلسلي ونعود لمتابعة أعلانات رمضان أعلالات بسراحة بتعلي يعني لأسف لأهلالات كتيرة جدا وكلها بقت خاصة خانوات خاصة طبعا زمنت عارفة معظمها خاصة فكله بيتمي بالإعلانات أكتر يعني احنا فعلا بنوع أنا مشاهدة أقولك مثلا بابدأ فطار وبقلص فطاري ولهو هو لأنه عنه واحد شغير يعني يعني والمفروض يكون فيه شوية احترام للمشاهد أكتر ده أكتر ده أكتر أنه حتى بانسان كنت وفق علي أساسا ده حايف فبادت فيه ببالغة بشي ده أوي في عدد دقائق الإعلانات يعني يعني العفلاء النهات مثلا بيخش مثلا في ربع ساة أو تلت ساعة وده خلى خلق حالة كبيرة يعني رفض بالمناسبة للناس ببقيتش بتتفرج كتير زي الأول بسبب أن هي زائت من كسفت الإعلانات فعلا ده أحيي وبعدهم برضه يعني الناس ببقيتشوف الإعلانات وبدأت يعني مشكلة نهات حلوة يعني فعلا فعلا يعني معلش يعني بيقى معمول كويس معمول بشياكة في فكرة في عمق أنا نفسي بستمتع بي وفعلا للأسف بقى فج أنا بشوف أنه هو فج في فجاجة حتى بيجيب لناس يعني أنا ما بحبها مثلا يعني عارفها معيني فعلا الإعلان ده في رمضان كمان بالذات كان الناس طوع تستنى الإعلانات وتشوف ده حيي بس هو إحنا إحنا أصبحنا في عالم التطور والتكنولوجيا واللي حلو ناخدها من بره اللي هو إيه يعني أي فكرة لو أي فكرة لواءية مهمة تنتبعها آه بس ما ننكرش برضو في أعلانات دماغة فيه بصراحة أنا ما قلتش طبعا كله لا أنا بقول في أعلانات طبعا أنا آه بتأثير فكرة وفي عمق الناس بستمتع بيها لما كان في لحن حلوة أو ما اسمعهم كان في حد يغني فكرة حلوة فكرة حلوة وبردو في المقابل برضو في أعلانات بتبقى مستفزة لجد نروح لجريت اليوم السابع كاريكاتور لمحمد عبداللطيف بيصور فيه ست بتكلم جوزها على التليفون وبتقول لفتح صفحيتي هتلاقي عندك بطيخ متالج وجب نقديمة كل ما تشبع ومتنساش تعمل لايك والله هو أنا لسامك الكتير انت حاذب قلت زوجته بس أنا أنا شايفه أنا مش كده في زوجته ولا حاجة وأسابها في المطلق عشان ليفسرها زي ما هو عاوز ليفسرها زي ما عاوز لما بتقوله كل ما تشبع ومتنساش تعمل لايك يعني أكيد بتقول لجوزها يعني الأكل موعده 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 لا اتاكله هتاكل مينتاني غريجي أكوزها يا ولدا لا انا على نفسي عشان بشوف برامج أكل كتير مثلا او بتابع شوية برامج أحب شوف برامج يعني عاقل بشوف ايه فدعما بلاقي مثلا اللي بتقدم البرامج الطبخ وكده بعد ما تقولي الفكرة والأكلة ويستمكوا تستمتعوا بلها نشافها على البوكو وانت أكلتين ولا حاجة ده 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 يعني حنستينا ومشيتي يعني ايوه طبعا بتشجعنا افتح الصفحة بقى وقلم وكل براختك ونقل اصناف ملعين بتاكل برد تشفح ايوه يا جماعة بس انت بقى يعني 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 لكن لا بلها ما شوف على قلبك بسحة وهنا يعني يمكن ده نوع من أنواع برده بتحاول ان يتأثر على المشاهدين وتكذبهم أكتر يعني كنوع من أنواع تكاعد اه بيخلق حالة من شكل وديدة تجارة الاهرام بيصور فيه مراقب لجنة الامتحانات بيقول الطلبة فات من الوقت الساعة وبقي تسع ساعات على مدفع الافتار فروض يعني هو بينتقد او بيقول رأيي ان الوقت الامتحانات او توقيت الامتحانات بقى في وقت الصيام ده مش كويس او مش مناسب وكيكون مش منصف لكل الطلبة او طلب ده حتى ما هو عشان كده ما غيرش حتى الطلبة ده الطلبة كمان المزهورين هو جابها في المراقب يعني المراقب نفسه عشان السيام أسرع عليه والحالة اللي حاجة حالة السيام عليه فهو ده برضو كانت تفكيره كله موجه مش مع طلبة لا ده مع ساعة الافتار او ساعة التوقيت اللي هاتر فيه طيب نروح لمطاردة من نوع تاني طبعا الناس اللي بتصوم ومدخنين ده بالنسبة لهم بتبقى يعني السجار بتبقى لها تأثير كبير مطاردة صائم وعنوان كاركاتير انس الديب اللي بيقول بيصور مدخن هو بيهرب من السجارة يعني مفروض انه هو اللي بيجري هو بيجري منها طبعا بس هو عشان دايما عشان هي بتلقف الافتار كأي عادة طبعا واحد متعود عليها طبعا بيحاس بحيات مان منها قوي بيبقى عادهم بفرقر فيها بيستني المدفع يدرى ان هو شهري بيستنى بحالها يعني فطبعا الجسم نفسه بتغير فسولوجيا مدين وكل حاجة فده طبيعي الحالة بتقومت بتعود عليها وممكن تعادلات مثلا سيئة فرصة انك تقلع عنها هي فرصة الاقلاع وبتبقى صعبة اقوى عن الناس اللي هم اقلاص يتعودوا عليها بس هي طبعا فرصة الاقلاع وفرصة يكون شهر رمضان يعني شهر راحة من العادات السلبية اللي احنا كنا بدأت عنها كاركاتير بعل حضرتك وبتصور فيه مصر وفنوس رمضان محبوس فيه الفساد والارهاب وجنبه ده جندي مزموط بيقول محبوسين للأبد مش رمضان والله هو هنا انا كلمة مصر حابت اعبر بس عنها بانها فعلا مصر اصلا احنا بطبعنا شعب مسهدين وشعب اسلامي اساسا مفروض يعني فقومت تعامل الصاد الى قبة الجامعة المسجد زي برضو كنت انا عملها برضو فكرة انها عرام زعين يعني دايما بحب ارمز لمصر او ادخلها دخل في كل حاجة في حياتنا اكيد طبعا 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 خلصة ما يكون حاجة وطنية كده بحرس انا طبعا عملت الفساد والارهاب دولت شهاتين بيبقى ان شهاتين تتحبس في رمضان فان قلت يا ريت لكم تتحبسوا بس تتحبسوا بقعا كله ان شاء الله وفوقت طبعا مصراتنا عسكرية اللي لها الشكر والفضل في انها طبعا خلصتنا من الهام طبعا بالمدلهم التحيي كمان في شهر رمضان الكهين هم بيحاربوا وهم صايمين وما بيكلوش ما بيملوش الحملة عندهم كبير جدا وهم قدلوا طبعا تحية لكل جنودنا المصريين وجيش وشرطة نروح لاخر كاركاتور معانا لهاني طلبة وكاركاتور من جاردة الاهرام بيصور فيه واحد قاعد على سجادة الصلاة بيقول يا رب تبرك لنا في مواقع الرحمن والدمع علينا طول السنة يا كريم فكرة مواقع الرحمن والمواد ده والرحمة اللي بتيجي من هذه الفكرة واللي اتمنى فعلا حد فقيرة او حد يعني نفسه يأكل حاجة ومش لقيه طبعا بس انا مش عارف ان احسس ان هنا اللبس عادي جدا نفسي حد كويس فالمفروض ان هو كان مفروض مثلا لو حد حتى شراب عامله كويس حتى شراب اللبس عامله كويس فاللي هو يعني لو انت هتقول صاحب ما ايده وعايز الله اعلم اه طبعا فانا معرفش يعني انا انا نفسي فهمته كده فهمته ان هو مش فاهم انت لو هتكلم مثلا عن مواد الرحمن احنا ده نتعود اصلا فائقة كتير لو هتكلم اللي بتكلمه هما الناس اللي بيأكلوا او الناس هما مستفدين مستفدين بالفعل المواد الرحمن مش اصحاب المواد الرحمن اللي بتكلم يعني اه طبعا بيكون ان هما الناس الاكتر فقرا لكن ربما دوت بسبب ارتفاع الاسعار فبقى يعني نوع من انواع التلميح اللي احنا كلما عندنا شماعين لو لو موجد نظرك اكيد ماشي اوكي انا ماشي لاني مفيش طبعا متوسطة فعلا لأسف يعني اما تاهت تبقى متوسطة فممكن تكون رسالة واحد منهم اه دي رسالة يعني اللي بقاءه طبعا فكرة مواد الرحمن بتتمنى انها تكون فعلا مع مدار السنة ما تكونش بس في الشهر الكريم يعني مظاهر المواد ده والتراحهم تكون موجودة بيننا كمصريين وبيننا كمسلمين معرب على مدار السنة يعني يريد يريد اتمنى طبعا اتمنى انا بشكر حضرتك على تشريفك لينا بحلقة نهاردة من سياسة تير شكرا جزيلا للفنان التشكيلي وفنان الكاركاتير استاذ ماهر بادر على تشريفك لينا يا فنان شكرا موصول لحضرتك ومشاهدين الكرام على هذه المتابعة دمتم فأمان الله موسيقى موسيقى موسيقى